الحفاظ على صحة العظام والمفاصل يصبح أكثر أهمية مع التقدم بالعمر وقد يؤدي مرض هشاشة العظام والتهاب المفاصل إلى صعوبة التحرك أو إلى مزيد من المشاكل الطبية هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكن فعلها لتقليل احتمالية الإصابة بهذه الحالات أو تجنب زيادة سوء هذه الحالات بعض التغييرات الحياسية البسيطة قد تساعد على حماية العظام والمفاصل لنتعرف على التفاصيل في هذا التقرير تعتبر ألم الضهر السبب الأكثر انتشارا للتوجه للعلاج الطبي والشكوى منه هي مسألة شائعة جدا دكتور سبيا ساشي أخصائي في جراحة العظام تحدث علنا عن أسباب آلام الظهر وكيفية الوقاية منها يظهر من خلق الأفضل الظهر ثانيه نساعدين تشتركوا في اليوم والأدلاء قدروا في بشكل ما يكون لديهم المسبح لذلك فإن هذه الشعارة هي العملية سترى هذه الشعارة المنزلية في الشعارة فإن ترى هذه العملية في المنزل السلطة المترجم للقناة 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 وتكلم دكتور سبيا ساشي عن الحالات الأكثر شيوعا التي يواجهها كجراح عظام مثل الإصابات الرياضية وغيرها وغيرها يبغي وغيرها الأكثر ونعروب تجربة كل شيوع المعارضة وبعد أن يكون هناك أي خططط تأول الصقاد وخلاح الكبير مثل الإصابات الآن أنه يجب أن يكون حال جميعا من الشخص سواء مجدد المقابلة فمن المقابلة أن نحن مع بعض الأشخاص أن هذه الجميع كامل من الجميع تجربية من الجميع 그리고 تنظم الإصابات وكامل الإصابات حلت أن تحقق أصبحت المقابلة كما تكون لغمانيزي ، تنظر ان الجانب في هذه الوصول على صفحة يعني لو انك نحن حينيزيز في الوصول على صفحة وحينيزيز في الوصول على صفحة نحن نكتب على صفحة صفحة نحن 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 نحن